موسيقى وتعزي في الجروح وتميز كل ضا مصرب لرجلي من المروح ادي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لرضاك ربي كلمتك عجيبة سبتك وتفني الجبال والحرفين منها يسقط سبتك بام المحام اهلا وسهلا بك عزيز المشاهد برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي ليومي كل كتاب ومازلنا في دراستنا في سفر اللويين سفر اللويين أحد أصفار موسى الخمسة في العاد القديم ومازلنا في دراستنا في أصاح ستاشر ونحن نتكلم عن يوم هام في تاريخ الشعب اليهودي هو يوم الكفارة العظيم تكلمنا في الحلقة الماضية عن ما هو يوم الكفارة عرفنا أنه اليوم العاشر في الشهر السابع وهو يوم في السنة بيدخل فيه رئيس الكهنة إلى موراء الحجاب إلى قدس الأغداس قدس الأغداس ده الجزء الثالث في خامة الاجتماع خامة الاجتماع هي الدار الخارجية بعدها القدس بعدها قدس الأغداس حيث يوجد التبوت وغطاء التبوت فقط كان ينبغي أن يدخل أولا بسحابة البخور وبعد كده يدخل بدم الثور كذبيحة خطية عن نفسه وعن بيته وبعد كده يدخل بدم التيس تايس الخطية برضو عن الشعب كله أو عن أمة إسرائيل هذا الدخول الثلاثي يتكلم عن شيء قام به المسيح فكل رموز العهد القديم تمت في شخص المسيح وكان الله يصفح عن خطايا السالفين بإمهاله إلى أن يأتي المسيح ويقوم بالعمل كاملا على الصليب تفاصيل أخرى سوف نعرفها عن يوم الكفارة وعن إجراءات يوم الكفارة في حلقة اليوم جاهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعتلينا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك خلوني في بداية الحلقة أرحب بضريفي خادم الرب اللي مشرفنا الأخ يوسف رياط أهلا بك أخ يوسف أهلا بك خيات أخ يوسف كنا بدأنا في الحلقة الماضية أصح 16 وتكلمنا عن جزء كبير في يوم الكفارة العظيم والنهاردة بنعمة الرب هنكمل كلامنا فاسمح لي أقرى تاني إلى أعداد بدءا من عدد 15 في أصح 16 ونشوف الأفكار الأساسية في يوم الكفارة العظيم ثم يذبح تيسى الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطياهم وهكذا يفعل الخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل ثم يخرج إلى المذبح الذي أمام الرب ويكفر عنه يأخذه من دم الثور ومن دم التيس ويجعله على قرون المذبح مستديراً وينضح عليه من الدم بإصبعه سبع مرات ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل هذه الأقوال تحمل لنا عدة أسئلة أعرفنا أنه كان يدخل بدم الثور عن نفسه وعن بيته ويدخل بدم التيس عن الشعب لكن ليه الدين تحريد هنا وتحذير أنه لا يكن إنسان في الخيمة وقتما يكون الرئيس الكاهنة بهذا العمل ليه؟ عاوزي أكد أن عمل الكفارة نحن لم نكن معاونين للرب يسوع فيه يعني على سبيل المثال في يحنى 13 كان بطرس وهو واحد من أعظم الرسل عنده غيرة شديدة للمسيح قال له أنا مستعدة أروح معك وأروح وأموت بالنيابة عنك إجابة المسيح حيث أذهب أنا الآن لا تقدر أن تتبعني ولكن ستتبعني أخيراً محدش كان مع المسيح إطلاقاً من الناس وحتى الله في مشهد الصليب ترك المسيح كما نفهم من صرخاته المسجلة في مضمور 22 إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وهو النطق الرابع الذي ورد في كل من متى 27 وفي مرقص 15 فعمل الكفارة هو عمل يقوم به المسيح وحده دون معاونة أحد عشان كده في آخر مضمور 22 يأتون ويخبرون ببره شعباً سيولد بأنه قد فعل أو كانوا عاوز يقولوا محدش من كل البشر أو الملائكة شارك المسيح في العمل هو وحده قد فعل واضح أن الصفح والتكفير لا يسر فقط على هارون وبيته ولا على الأمة كلها لكن يقول لنا استكمالاً لهذا الكلام في عدد 17 فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل وبعد كده يطلع إلى المذبح ثم يخرجه إلى المذبح الذي أمام الرب ويكفر عنه عدد 20 بيقولوا ما تفرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح أخ يوسف واضح أن هنا في أطراف أخرى شمالهم التكفير فيريد تعرفنا كل طرف من دول يتكلم عن إيه يعني لما بكلمنا عن خيمة الاجتماع وعن القدس مش بتكلم بس عن شعب إسرائيل سيتمتعوا بالتكفير طبعاً إلى الآن هم لم يتمتعوا يمكن نشوف الكلام ده بعد شوية لكن حيجي يوم ويتمتعهم يرتبط بذلك أيضاً مصالحة كل شيء فنحن بحسب ما نتعلم من كلوس أصح واحد أن المسيح سيصالح الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه سواء كان ما في السماوات أو ما على الأرض فالخليقة كلها ستتم مصالحاته خلينا أقولها بلغة يحنى واحد تسعة وعشرين هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم والمقصود بخطيئة العالم مش زاب البعض فاكر خطيئة آدم لا لكن حالة الفوضى والتشويش التي في هذا العالم الحالة دي هتفضل مستمرة والعالم في فوضى وتشويش لغاية لما يملك المسيح ملكه الألف أزمنة رد كل شيء أوقات الفرج العالم العتيد التجديد كل دي أسماء بتتكلم عن مصالحة الكل في المستقبل والجميل ومن رواع كلمة الله التي هي نعتز بها ونفخر أنه مش بالارتباط بثور الخطيئة مع أنه كنا نقول ده بيت واحد وثور خطيئة ممكن ندخل معاها مصالحة كل شيء لا لأن الكنيسة شيء يختلف تماما عن الأرض والنظام الأرض لكن يرتبط بمصالحة كل شيء مصالحة بيت إسرائيل أو التكفيري عن بيت إسرائيل لأنهم شعب أرضي ولن تتم مصالحتهم إلا بالارتباط بها مصالحة كل شيء دي كلمة الله التي نحن نفخر ونعتز بها يبقى فيه تكفير عن العائلة الكهنتية بيت هارون اللي هم الكنيسة أولا ثم بعد ذلك تكفير عن إسرائيل وبالارتباط بها تكفير عن كل الخليقة أو حمل الله الذي يرفع خطيئة العائلة وهذه الدوائر ظهرت في كل السواحة زي ما أشرت بالضبط يعني قبل ما تكلم عن مصالحة كل شيء في المستقبل تكلم عن دائرة أولى وهي مصالحاتنا نحن الآن صالحكم الآن في جسم بشريات فنحن كمؤمنين في الكنيسة الآن نحن مصالحون أريب هيكون في مصالحة لكل الأرض بالضبط بس ده برضو ده مش معناه يا أخي يسف أنه هيكون في مساواة بين من صلحه الآن وكل الأرض لأنه الكنيسة ستظل إلى الأبد حتى في الملك الألفي وما بعد الملك الألفي هي يعني لها امتيازات المصالح لها علاقة خاصة مع المسيح مع الله يعني شوف حضرتك اختيارنا قبل تأسيس العالم مش كده أفصص واحد تلاتة واربعة هم اختيارهم منذ تأسيس العالم تمام طب تفرق قبل ولا منذ تأسيس العالم في الحياة تفرق في الأبدية في الحالة الأبدية هم نظرا لأن اختيارهم منذ تأسيس العالم فبعد ما تنتهي هذه الفترة الحالية هيبقوا مسكن الله معنا مش هم مسكن الله هيبقى الله والناس هم الناس احنا مسكن الله الكنيسة مسكن الله بالضبط مع الناس الشعوب الألفية اللي بعد ما ينقض الملك الألفية أفاسوس ثلاثة آخر آية له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال ظهر الدهور أشكرك هنتلع فاصل ونرجع ناخد سؤال الضيوف من أول عدد تمانية بنقرأ عن تايس عزازيل وكتير بيعترض على المسيحيين ويقولوا أنتوا بتقولوا أنتوا بتقدموا تايس لعزازيل اللي هو الشيطان فإي رد حضرتك على الناس دي؟ فاضل يا خيش في الحقيقة تايس عزازيل لا تعني عزرائيل أو زي ما البعض بيفكر لكن ليها معنين هكذا قال العلماء البعض زي سترونج اللي في الدكشينر بتاعه العبري إنجليزي قال أنه كلمة عزازيل معناها عزل ما معنى تايس العزل الكلام دي جاي في سترونج نمبر إتش خمسة سبعة تسعة تسعة اللي حب يرجع أو البعض بيعتبروا أن تايس الانطلاق سكيب جوت فبتتحط الخطايا على رأس هذا التايس وهو صورة ورمز للرب يسوع المسيح تماما مثل التايس الذي ذبح ودخل بدمه إلى الأقباس رمز أيضا رمز أم الله رمز مزدوج لأن فيه رموز كتير مزدوجة بتشوفها في كلمة الله فتيس الانطلاق أو تايس العزل توضع عليه خطايا شعب الله ثم ينطلق في البرية وتحدث واحد من الشعراء عن هذا الفكر فقال تاه ذاك التايس في بيدائه وانتهت في التيه ذكر فشلي لست أنسى التايس خير شاهد يوم كان للخطايا يحملي ثم يلقي بين أطباق الثرى سقطاتي في مكان قاحلي حديقة شرطي إلى الرمز المزدوج نعم وإحنا كنا سبق ودرسنا في الصحة 14 في تطهير الأبرز إن فيه عصفورين واحد يتكلم عن المسيح وصديب المسيح والآخر يتكلم عن قيامة المسيح صحيح ودول يعني عملين قام بهم المسيح عايز أعرف الرمز المزدوج هنا في قضية الكفارة إن كان التايس الأول الذي يدخل بدمه إلى داخل قدس الأقداس ده حصل تكفير لكن التايس الثاني اللي هو الحي ده دوره إيه في القصة دي يعني عشان أأكد الفكر الحاج بتسأل فيه إنه التايسين لكن الاتنين بيتكلموا عن المسيح واحد دخل بدمه إلى الأقداس فوجد في دهان أبديا أما للتاني عمل إيه في إشعية 53 وهو الأصحاح الأشهر اللي بيكلمنا عن الصليب في العهد القديم بنقرأ أكتر من مرة عن هذا الفكر المزدوج مثلا يقول لنا في عدد خمسة وهو مجروح لأجل معاصينا يبقى المسيح جرح من أجل معاصينا صورة للتيس الذي يذبح لكن بعد كده يقول لنا في الآية اللي بعدها كلنا كغنى من ضلالنا مننا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا يبقى المسيح جرح والمسيح شال خطايانا صورة للتيس المذبوح والتيس الذي وضعت عليه خطايا الشعب نفس الأصحاح في عدد 12 يكلمنا عن التايس الذي مات من أجل أنه سكب للموت نفسه وبعدها على طول يكلمنا عن التايس الذي حمل يقول وهو حمل خطايا كثيرين وشفع في المسدبين فالمسيح دخل بدمه إلى الأقداس وهنا ده بنشوف جانب الكفارة ثم وضعت عليه خطايا المؤمنين وهنا بنشوف جانب النيابة فالمسيح كفر والمسيح ناب لم ينب عن كل البشر كلا ناب بس عن المؤمن عشان كده الخطاط سوف يدانه لكن كفر عن خطايا المؤمنين وليس عن خطايانا فقط بل خطايا كل العالم أيضا تمام يعني علشان نكون أكثر تفصيلا في قضية التايس الآخر ده اللي هو تايس عززيل حضرتك عشارة إليه بارتباطه بالنيابة والبدلية فإن كان التايس المذبوح يتكلم عن الكفارة ولي حاجة تخص الله أيوه لكن عايزة عرف التايس وهو يبعد الأثام والمعاصي بعيدا عن المحلة بيتكلم عن إبعاد الخطيئة عن مين بالزبط يعني بالارتباط بمين يعني زي ما قلنا النيابة عن المؤمنين فقط وفي آية جميلة جدا في مزمور 103 كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا مع صينا فخطيانة ابتعدت عننا تمام لدرجة أن يقول أنا أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطياهم ولا تعدياتهم فيما بعد الله ما خلاص كأنه السك تقطع تمزق ما بقاش في علي أنا سك على الإطلاق وعشان كده أبعد عنا مع صينا وتطرح في أعماق البحر كل خطياهم يعني وإنك طرحت وراء ظهرك جميع خطياهم هذا يؤكد أن خطيانة ابتعدت عنا تماما هل أقدر أفهمها بمعنى بسيط عشان حبانا مشاهدين أنه دم الذبيحة دم الكفارة سوى القضية عند الله أي لكن التيس الآخر الذي أخذ الأثام والمعاصي وأبعدها عن المحلة يعني كانوا بيبعد الخطايا عن ضميري فيبقى المؤمن مستريح الضمير لأنه كتير بيبقى واحد مؤمن القضية سويت عند الله عن طريق عمل المسيح على الصليب لكن لسه قدامه قدام ضميره خطياه دايما خطياتي أمامي في كل حين برضو كلمني من خلال هذه الزاوية كيف يكون لنا الضمير المتحرر من الخطايا بالارتبال بقصة 9 ززيل يعني عشان أريح ضمير المشاهد إذا كان مخلصا مؤمنا تائبا أقول أن كان هنا بيعمل هارون عمل عجيب شوية لما بيقول كان في عدد 21 يضع هارون يديه على رأس التيس الحي وبعدين يقول ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياه وسؤالي هل هارون كان بيفعل ذلك فعلا بحيث أنه بيقر بكل الخطايا والنجاسات والسيئات وهل كان يقدر أن يفعل ذلك هل في إنسان في الكون يعرف كل خطايا بني إسرائيل ولا كان بيعملها بصفة الإجمال طيب إذا كان هو ما يقدرش لكن في آية جميلة أرناها في إشعية 53 كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه على المسيح إثم جميعنا هل الله يعرف خطايا كلها؟ طبعا يعرف خطايا كلها؟ أكيد يعرف خطايا كل التائبين المؤمنين؟ الإجابة نعم الله هو اللي وضع الخطايا على المسيح فأنا متطمن الله لا يمكن أنه ينسى فكل خطايا وضعت على المسيح إذن ليس عليها شيء الخطايا ما بقتش عليها تمام يبقى لنا فهمته من حضرتك أنه التيس الأول تايس للرب يتكلم عن الكفارة لكن تايس عززيل يتكلم عن إبعاد الخطايا مرتبطة بالنيابة والبدلية عن المؤمنين وإبعادها كمان عن ضمائر المؤمنين هو واحد مستريح الضمير تماما لأن القضية سويت أمام الله وعمل المسيح أبعد الخطايا بعد ما بيننا وبين خطايا تمام كده تمام هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف موسيقى 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 عدد 23 ثم يدخل هارون إلى خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التي لبسها عند دخوله إلى القدس ويضحها هناك عدد 24 بيقول ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب نفهم إيه من أنه يخلع ثيابه ويلبس الثياب التانية فبه ببساطة نفهم أنه أكمل العمل عمل الكفارة لكي يبدأ عمل جديد لأنه في العهد القديم ما كانش حاجة اسمها ينهي العمل فيجلس لأن كل كاهن يقوم كل يوم يقدم مرارا كثيرا تلك الذباء حينها التي لا تستطيع البت أن تنزع الخطايا فالعمل مرحليا كامل لكن في النظرة البعيدة العمل مستمر إلى أن جاء المسيح وهو الوحيد الذي استطاع أن يصرخ قائلا قد أكمل أكمل العمل كاملا فارتداء هارون ثياب المجد والبهاء فيها إشارة إلى وجود المسيح في المجد الآن بالضبط بعدما أكمل العمل أيوة تمام أشكرك بعد كده قام بحاجة اسمها المحرقة يا أخي يوسف بيقول في عدد 24 ويرحط جسده بماء في مكان مقدس ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب ويكفر عن نفسه وعن الشعب دور المحرقة بالارتباط بيوم الكفار نحن عارفين يوم الكفارة تقديم ذبيحة خطي سواء الصور عن هارون وبيته أو التيس عن الشعب دور المحرقة إيه؟ زي ما فهمنا قبل كده أن دبيحة الخطيئة تبعد عننا الذنب تبعد عننا الخطيئة أما المحرقة فتمتعنا بما ليس فينا اللي هو كمالات المسيح ورضى الله علينا يعني كأن الذنب أبعده لكن مش كفاية كده كمان مفروض أن رضى الله يستقر على شعبه وده اللي حصل لما ترى مثلا مزمور 85 رضيت يا رب على شعبك ورضيت على أرضك وغفرت إثم شعبك فربنا مش بس أزال عننا الذنب ومتعنا بالرضى تمام أخي يوسف معروف أنه ذبيحة الخطيئة في يوم الكفارة يدخل بدمها إلى قدس الأقلاس لكن وماذا عن اللحم هأرى عن عن الموضوع ده في عدة 27 وعايز تعليق من حضرتك وثور الخطيئة وثور الخطيئة وتوسي الخطيئة الذين أتي بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما إلى خارج المحلة ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحط جساده بماء وبعد ذلك يدخل إلى المحلة حريق لحم ذبيحة الخطيئة خارج المحلة بشوف ما ذكره الرسول بوليس في عبرانيين 13 الآية من 11 إلى 13 قال إيه؟ قال إن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطيئة إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة يعني كأن في عملين تموا رئيس الكهنة دخل بالدم إلى قدس الأقداس صورة للمسيح الذي دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا لكن وماذا عن غضب الله ضد الخطيئة؟ هل المسيح احتمل غضب الله؟ الإجابة نعم متى وأين؟ في الجلجوسة في ساعات الظلمة عندما يقول في مراسي واحد اتناشر من العلاء أرسل نارا إلى عظامي فصارت فيها يبقى المسيح دخل بدمه إلى الأقداس لأن الدم يكفر عن النفس طب الغضب بتاع الله ضد الخطيئة اللي أنا ارتكبتها استقرت على مين؟ يقول كده في المزمور علي استقر غضبك شكراً لك يا رب فالغضب زال والرضا أتى ونحن سعداء بعمل المسيح الذي أكمله على الصلاة خارج المحلة نعم خارج الأسوار تمام وماذا عنا الآن بالارتباط بالمحلة وخارج المحلة الدعوة لنا ايه؟ الدعوة لنا أيضاً أننا نخرج إليه خارج المحلة حاملين عراه بمعنى أنه من امتيازنا ومن مسئوليتنا امتيازنا ايه؟ امتيازنا في عبرانين عشرات ساعتاشر بيقول إيه؟ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول يبقى إحنا كمفديين ندخل ندخل فين؟ مش إلى قدس ولا حتى إلى قدس الأخداس لأن النهاردة ما بقاش في قدس وقدس أخداس حيث أن الحجاب شق فبقل اتنين اسمهم الأخداس يا للدرجة دي ده امتيازنا؟ الإجابة نعم وماذا عن المسئولية؟ فلنخرج إذن إليه خارج المحلة لاحظ مش نخرج خارج المحلة كنوع من الانفصال الفرريسي اللي بدون لا إحنا بنخرج إليه خارج المحلة وكلمة إليه أسبق من خارج المحلة بالضبط زي ما بيقول رجعتم إلى الله من الأوثان فإحنا مش سبنا الأوثان وبس نحنا جينا لله خرجنا إلى المسيح خارج المحلة جميل أن حضرتك قلت لنا الامتياز أن يكون لنا ثقة بالدخول إلى الأخداس أيها ما فيش عبارة في كل العهد الجديد تقول ندخل إلى قدس الأخداس لا قدس الأخداس ده كان في العهد الأديل بالظهر كان يفصل بينه وبين القدس الحجاب تمام فعشان كده ياريت وإحنا بنرنم يعني ناخد بالنا من عباراتنا في الترنيم مفيش ترنيم أتقول ندخل إلى قدس الأخداس صحيح لو أقول قدس الأخداس يعني ما زال الحجاب موجود يفصل قدس الأخداس عن الخدس لكن لنا ثقة بالدخول إلى الأخداس بدم يسول وثقة الدخول للأخداس قد نلنا به يا عجبا من عظم من أعطى كاجودي قلبه تمام أخذ تعليق أخير عن هذا اليوم يوم الكفار العظيم نعم قلنا عنه أنه يوم تذلل في عدد 29 أيوة لما بيقولوا ويكونوا لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عشر الشهر تذللون نفوسكم أيوة وده اليوم الوحيد اللي كان مطالب الشعب أنه يصوم فيه أيوة هو يوم تذلل هو يوم صوم ليه تربط بالصوم والتذلل معين وبالنسبة للشعب ده يوم فرق بالنسبة لهم صحيح هو أعظم أيام السنة العبرية والبعض قال أن هنا تأسست العلاقة بين الله وشعبه يوم الكفار أما ذبحت الخطيئة وذبحت الإسم دي بتستعيد الشرك لكن العلاقة تأسست على يوم الكفار ولكن ليس هذا بالانفصال أبدا عن الإقرار بحالتنا ومذنوبياتنا يعني إيه احنا قلنا أن احنا ككنيسة تمتعنا بامتيازات الكفار لكن الشعب لسه لسه ليه لأنهم لم يتوبوا بعض صحيح بلغة زكريا أصحاح 12 بدءا من الآية 10 لم ينوحوا بعد ولن يتمتعوا ببركات يوم الكفارة في المستقبل إلا بعد ما يشوفوا المسيح سينظرون إلي الذي طعنوا وينوحون عليه وعن بأذن بعد ما ينوحهم ويعترفوا ويقروا بخطياتهم يتمتعوا ببركات الكفارة أشكرك هيجي كلام بأكثر تفصيل عن يوم الكفارة والمستقبل لما نيجي ندرس 23 لوين 23 شكرا لحضرتك هل راجع الحلقة مع الضيوب طلع ده بإيه من حلقة النار عرفنا أن التايس الأول يقدم زبيحة خطيئة ويكلمنا عن الكفارة أما التايس الثاني اللي هو الحي ده تايس عزازيل ومعنى اسمه تايس العزل أو تايس الانطلاق وده يكلمنا عن البدلية والنيابة إذا كان هارون بيضع يديه على التايس الحي وبيكر بكل زنوب بني إسرائيل فاللي بيشجعني إن الله وضع على المسيح اسم جميعنا كل خطيائي فما تبقتش علي ولا خطيئ الحاجة اللي تشجعنا بعمل المسيح يصال لنا امتياز وصرت لنا مسؤولية الامتياز إن إحنا نتقدم بثقة دخول إلى مش قدس الأكداس لكن إلى الأكداس بدم المسيح لكن المسؤولية إذن فلنخرج مش خارج المحل فلنخرج إليه خارج المحل شكراً ربي بارككم شكراً يا خيوز ربي بارك عزيز المشاهد إن كلمة الكفارة لها وقع جميل للنفس مين ما يتمناش في يوم من الأيام إنه يتمتع بهذا العمل أن تكفر عن خطياء مين ما يتمناش في يوم من الأيام إنه ينال الصفح وإن كان لقد رسم طريقاً واحداً للتكفير على أساس الدم الذي يدخل به إلى داخل الحجاب ويرش على غطاء التبوت الذي كان رمزاً لكفارة قام بها المسيح الذي دخل بدم نفسه إلى الأقداس فوجد فداء أبدياً مين من الناس دلوقتي بيدور على تكفير بعيداً عن كفارة المسيح أرى كثير من الناس يحملون ذنوبهم على أكتافهم ويبحثون شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً يروح أماكن بعيدة لكن يرجعوا خطياهم على أكتافهم وزيادة عليها كمان وزيادة أنهم بيخترعوا طرق بديلة عن الطريقة الذي رسمه الله لا يوجد تكفير بعيداً عن صليب المسيح ولا يوجد غفران بعيداً عن صليب المسيح فبدون سفك دم لا تحصل مغفرة كان لابد للمسيح أن يأتي ويذهب إلى الصليب وكان لابد للدم أن يسفك وأن يدخل بدم نفسه إلى الأقداس فيجد فداء أبدياً عزيز المشاهد من تحمل أثامك وذنوبك على أكتافك ومش لا يحد يسطرها لا الأعمال هتسطرها ولا الصدقات هتسطرها ولا النسكة هيسطر ذنوبك وأثامك ولا الزهد هيسطر ذنوبك وأثامك دم المسيح فقط إلجأ إلى المسيح وتمتع بكفارته والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك ربي كلمتك عجيبة سدى لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقاء قدام المحال حيا زيك يا إلهي أغلى عندي من الدهب أدي يشهد عن كتابي إنه كتاب الكتب أدي كلمتك تروش وتعزي في الجروش وتميز كل ضام أسرب لرجل من المروح أدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لير ضغاك ربي كلمتك عجيبة سدى لو تفنى الجبال والحرفين إنها يسقط صدقاء قدام المحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر